مخلصنا الصالح يعيد الأيام على كل واحد فينا وعالكنيسة وعالأباء وإحنا في ملء البركة دايما هي في كتاب المقدس في شخصية ظهرت في سفر التكوين وقارينا النهاردة عنها هي شخصية ملكي صادق في الصحر 14 وملكي صادق كان شخصية غريبة شوية في ظهورها ظهر واختفى على طول في الموقف اللي قابل فيه أبونا إبراهيم بيقول الكتاب عنه أنه لما ظهر لأبونا إبراهيم كان هو ملك سليم وأخرج خبزا وخمرا وكان كاهنا لله العلي واختفى تماما من الكتاب المقدس ما سمعناش عنه حاجة خالص بعد كده لكن داود في المزمور 110 رجع وقال أقسم الرب ولن يندم أنت كاهن إلى الأبد على رتبة ملكي صادق واتفق كل شرح الكتاب المقدس أن ملكي صادق كان شخصية رمزا لربنا يسوع المسيح في الكاهنوت الجديد لأنه لما بيقول أنت كاهن إلى الأبد ما حدش بيبقى الأبد غير إلهنا الصالح وإحنا في لحن ميغالو في الكنيسة بنقول رئيس الكهنة الأعظم إلى الأبد الطاهر قدوس الله على طقس ملكي صادق الكامل قدوس الله ولعل أول إشارة جات على كاهنوت السيد المسيح في العهد الجديد كانت في هدايا المجوس لما تدولوا اللبان اللي كان بيرمز إلى كاهنوته لكن في أحداث حياة السيد المسيح من المحش إزاي كان رئيس كاهنة لكن معلمنا أبولوس الرسول بيوضح ده كتير في سفر العبرانين وصفه بحاجات رائعة فيقول عنه أنه هو رئيس كاهنة اعترفنا رئيس كاهنة عظيم رئيس كاهنة قادر أن يرثي لضعفاتنا رئيس كاهنة على ردبة ملكي صادق رئيس كاهنة قدوس رئيس كاهنة الخيرات العديدة وأخيرا كاهن عظيم رحيم أمين يكفر عن خطايا الشعب لكن النهاردة بالتحديد بنشوف ربنا يسوع المسيح وهو رئيس كاهنة لما قرينا يوحن 17 الساعة الأولى من الصلوات الليلية حيث نراه يأخذنا جميعا كلنا فيه ويحط أسمينا قدام الآب السماوي وإن كان الكاهن في العهد الذي يقدم زبايح عن خطايا الشعب وعن نفسه لكن ربنا يسوع المسيح دخل مرة واحدة إلى الأقداس فوجد فداء أبديا لكن الصلة التي قالت في يوحن 17 بنرى فيها بوضوح سيد المسيح الشفيع الكفاري الفريد اللي من كتر محبته بيحمل كنسته فيه اللي هي أعضاؤه ويقدمنا جميعا في محضر الآب السماوي وهي صلاة كهنوتية زي ما قال القديس إكلماندوس السكنداري بيقول كلمة حلوة قوي أن يسوع في هذه الصلة هو رئيس الكهنة الذي يعمل لحساب شعبه إن هذه الصلة تدعى صلاة كهنوتية عليا أو صلاة رئيس الكهنة يقدمها كإعداد للبشر لقبول ثمار زبيحته الفريدة بنشوفه النهاردة رئيس الكهنة الأعظم ونشوفه بكرة هو نفسه الزبيحة التي تقدم على عود الصليب لكن الحقيقة في كهنوت العهد القديم في لفتة رائعة قالت في سفر الخروج لصح 28 لما ربنا قال لموسى تعمل ملابس الكهن أو رئيس الكهنة في الوقت ده كان كهرون سماها ملابس المجد والبهاء وكان دايما هرون يلبس هذه الملابس المجد والبهاء طول السنة في كل الوقت لكن مرة واحدة في السنة في يوم الكفارة كان ما يلبش الملابس دي ويلبس بس كتان يتخلى عن كل المجد ويلبس كتان والاباء بيقولوا ان دي كانت اشارة رائعة للسيد المسيح اللي اخلى ذاته عندما قدم نفسه على عود الصليب زي ما بنعرف انجيل يحنى الكلمة صار جسدا وحل بيننا ومعلمنا بوليس الرسول في فليب باتنين يقول ان الذي كان في صورة الله لم يحسب خلصة ان يكون معادلا لله لكنه اخلى نفسه اخزا صورة عبد صائرا في شبه الناس واذ وجد في الهيئة كإنسان وضع نفسه وقطاع حتى الموت موت الصليب فلبس رئيس الكهنة في يوم الكفار الكتان وقلعه ملابس المجد والبهاء كانت بتشير الى زبيحة السيد المسيح انه تخلى عن كل مجده الالهي لكي ما يفدينا لكن الحقيقة برضو في صحيح 28 اللي يقرأ بالتفصيل هيلاقي برضو حاجة رائعة قوي هيلاقي ان ربنا قال لموسى تعمل الملابس بتاعت هارون وتاخد حجري جزع حجرين وتنقش عليهم اسماء بني اسرائيل ستة اسماء من اليمين وستة اسماء من اليسار قال له وتضع الحجرين على كتفي الرداء فيحمل هارون اسماءهم امام الرب على كتفي فبيحط اسماء الاسباط الستة يمين واسباط الستة التانين شمال اسم السبت بس عشان دايما لما هارون يدخل يبقى حامل اسامي الاسباط على اكتافه لكن قال له بعد كده كمان فيحمل هارون اسماء بني اسرائيل في صدرة القضاء على قلبه عند دخوله الى القدس للتسكار امام الرب فكان يبقى لابس الملابس الكهانوتية فيها قطع كتيرة مش موضوعنا لكن كان فيها حاجة اسماء صدرة القضاء كان يحط عليها اسماء بني اسرائيل الاسباط الاثناشر والحجرين ستة يمين وستة شمال ايه الهدف من ده؟ ان رئيس الكهنة بيحمل اسامي شعبه ويقدمها لله لما نيجي نبص بقى على اللي حصل في يوحنة 17 نلاقي حاجة جميلة قوي ان رباني يسوع المسيح هو بيصلي يقول له احفظهم في اسمك الذين اعطيتني ليكونوا واحدا كما نحن لست اسأل من اجل هؤلاء فقط بل ايضا من اجل الذين يؤمنون بي بكلامهم وانا قد اعطيتهم المجد الذي اعطيتني ليكونوا واحدا كما نحن ايضا واحدا كأن رباني يسوع المسيح رئيس الكهنة الاعظم الحقيقي حاطت كل اسامي ولاده بيقدمها في محضر الاب في صلاته الشفاعية اللي عملها في يوحنة 17 وهي بالمناسبة اطول صلة سجلت عن رباني يسوع المسيح في الكتاب يمكن فيه صلوات تاني ما تسجلتش لانه قضى الليل كله احيانا بيصلي لكن دي اطول صلة سجلت وهي دي الصلة اللي بيطلق عليها بحق الصلة الربانية لانه هو صلاها بنفسه لكن الجميل في يوحنة 17 انه بيدخل للآب بيحط اسامينا كلنا وبيطلب ان احنا نتوحد معاه ونتوحد مع الآب ودي حاجة عظيمة قوي اللي يعد يتأمل فيها ما قدرش يوصل لسرها ازاي احنا الضعفة البشر يوحدنا فيه يوحدنا مع الآب ونبقى واحدا وناخد المجد العظيم اللي هو قعده لنا عشان كده في يوحنة 10 لما كان بيتكلم عن الراعي الصالح يقول عبارة جميلة جدا يقول لهذا يفتح البواب والخراف تسمع صوته فيدعو خرافه الخاصة باسماء ويخرجها كل واحد معروف عند ربنا باسمه يدعوه باسمه عشان كده في اشعية زمان كان قال دعوتك باسمك انت ليه وان كان رئيس الكهنة زمان بيحمل الاسامي على الصدرة او على الحجار اللي كان بيحطها لكن رئيس الكهنة العظيم ربنا يسوع المسيح يحملنا على الاكتاف في حياتنا الحقيقة بيحمل كل واحد فينا في رحلة حياته على اكتافه ما الواحد بيتأمل في حياته بمشاكلها بإحبطتها بتعبها النفسي بالجراحات اللي بتحصل لنا بمشاكل الولاد هو يحملنا جميعا على الاكتاف مش بس احنا واحمل الكنيسة كلها على اكتافه في رحلة هذه الحيات بنتعب ونجيله ويشلنا على اكتافه في كل مرة وبيعمل كده وهو بيحس بقلمنا زي ما معلمنا بولوس الرسول قال وفيما هو تألم مجربا يقدر ان يعين المجربين فيه فرق كبير قوي لما واحد يكلمك على حاجة هو ما عشهاش وواحد يكلمك على حاجة عشها فرق كبير قوي بين الدكتور يحكي لك على المرض وبين عيان جالوا نفس المرض بيحكي عنه فرق كبير فرق واحد لما بيحكي من الخبرة انا تقلمت زيك لاني تقلمت انا حاسس بيك وقدر عين المجربين ولما نتعب وبنروح له نسمع صوته الحلو بيقول كراعي يرعى قطيعه بزراعه يجمع الحملان وفي حضنه يحملها ويقود المرضعات الواحد هو ماشي في الحياة احساس رائع انه حسنه متشال على كتاف يسوع متشال يعني انا ساعات كتير بنفتكر ان احنا اللي ماشيين ومشي الامور لكن في الحياة هو شايلنا وشايل الحياة وشايل كل حاجة زي بزرع طفل صغير كده مرة ماشي مع بابا بابا ماشي ماسك شنطة تقيلة فالولد الصغير يعني عايز يوري بابا انه عايز يساعده فقال له عايز اشيل الشنطة دي الشنطة ده عبعا عشر اضعاف وزن الطفل الصغير فقابوه عشان يرديه عمل ايه شاله وشال الشنطة بس يسابوا مسكها فالولد عنده احساس انا مسك الشنطة ده انا شايلها الحقيقة انت متشال بالشنطة بكل حاجة عشان كده قال في سفر اشعية الى الشيخوخة انا هو وإلى الشيب انا احمل قد فعلت وانا ارفع وانا احمل وانا انجي ونفتكر في الخروف الضال لما لقى الخروف الضال شاله على منكبه قال كلمة جميلة قوي انه شاله على اكتافه فمسيحنا رئيس الكهنة يحملنا دائما على الاكتاف مسيحنا رئيس الكهنة يرسل ضعفاتنا الحقيقة هو رحيم جدا 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 مفيش حد فينا كامل كلنا بنغلط كلنا تحت الضعف لما الواحد بيبص على حياته هي تأثيرات كتيرة جدا لكن من محبة رئيس الكهنة فينا انه بيحمل معاه ضعفاته على الصليب يعني في الموقف اللي احنا لسه اريينه على بوتروس يعني الانكار اللي عمله بوتروس انكار كبير جدا 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 وياريت بس انكار يعني ده ما سكتش على وقت الانكار ده بدأ يلعن ويحلف اني لست اعرف الرجل يعني وصلت الموحدة بلعن الشخص بلعن اليوم اللي عرفته فيه يعني دي موقف لو واحد عمل فينا الموقف ده ده يعني مش عايز تشوفه اصلا ولا تكلمه انك تطيط علاقتك به والاجيال اللي جاية من ناس له حاجة صعبة قوي ايه اللي عمله يسوع في الموقف يقول وسط احداث المحاكمة فالتفت يسوع الى بوتروس هي نظرة واحدة لكن النظرة كانت الحقيقة نظرة جمدة قوي قوي والخد النظرة دي بوتروس وطلع برا وبكى بكاء مرا نظرة فيها كل المعاني وكأن ربنا يسوع المسيح رئيس الكهنة لما بنغلط بيبص لنا نفس النظرة نفس نظرة العتاب معقولة بعد اللي انا عملته عشانك تغلط معقولة بعد اللي انا عملته عشانك تنكرني كده وتسبني وتبعني على اول محطة ما استحقش منك كده يا حبيبي عشان كده ربنا يسوع المسيح عارف ان احنا ضعفة وعارف ان التلاميذ هيدعفه في كل الاناجيل اللي تقارد في يوحنة كان بيكلمهم عن روح القدس انا اعطيكم معزيا اخر ليمكس معكم الى الابد وعارف ان احنا بنهتز وسلامنا بيفقد فقال سلامي اعطيكم سلامي اتركه لكم ليس كما يعطي العالم اعطيكم يرسي دوما لضعفاتنا ويقبلنا زي ما احنا لما بنجيله لما قابل الابن الضال الاب في لقى خمستاشر برحته اللي مش كويسة بخطياء بمنظره بكل اللي كان عليه وفيه ولا قال له كلمة حضنه وقف البقه قبل ما يقولني واجعلني كاحد جوا جراءك قال له تفضل ابني على طول واخر حاجة مسيحنا رئيس الكهنة لا يتغير رئيس الكهنة في العهد القديم لما بيموت بيفقد خدمته ما بيخدمش هو ميت ولغاية عصر سليمان كان رئيس الكهنة يفضل رئيس كهنة لغاية لما يموت سليمان غير دي وعين رئيس كهنة عشان كده بعد كده حتى في عهد الرومان بقوا بيغيروا رؤساء الكهنة عشان كده نسمع فيه اتنين رؤساء كهنة حنان وقيافة مفروض يبقى واحد لكن كان رؤساء الكهنة بيتغيروا بعد كده لكن مسيحنا رئيس الكهنة لا يتغير معلمنا بقول لس الرسول بيقول آية جميلة قوي في عبرانين 13 بقول يسوع المسيح هو هو أمسا واليوم وإلى الأبد يسوع المسيح هو هو أمسا واليوم إلى الأبد البشر بيتغيروا اللي انه هرده صحبي وحبيبي بكرة ممكن يبعدو وانه اللي هرده بيقول عليها كلام حل ممكن بكرة نفس الشخص يقول عليها كلام صعب البشر بيتغيروا والمواقف بتتغير والرتب بتتغير كل حاجة بتتغير في الدنيا فيش حاجة سبتة إلا ربنا يسوع المسيح لا يتغير في محبته ولا رحمته ولا رعيته مفيش مرة حد جاله وقال له تعبان شلني وقال له من تنسيني بقال لخ خمس ست سنين هتجيلي دلوقتي لما تحتاجني عمرنا ما سمعنا قال لحد كده لا بالعكس فاتح دراعاته وقل تعالوا إلي يا جميع المتعبين والسقيل الأحمال وأنا أريحكم منه وما غيرش طريقته ولا هيغيرها في الرحمة والحب آخر معجزة تعملت من ربنا يسوع المسيح وهم بيقبضوا عليه بطرس من الحماس طلع سيفه وقطع عبد رئيس الكهنة قديس يحنى بقول إن اسمه ملخص وشال ودنه يسوع وطخد الودن ورجحها تاني يقول لك لمس أذنه وأبرقها رجحها تاني آخر معجزة تعملت قبل الصليب يا ربي الناس دي جاية تقبض عليك الناس دي جاية تسلبك الناس دي جاية دي بتأذيك أنت رحيم للدرجات لغاية آخر لحظة لأن مسيحنا هو هو أمس واليوم وإلى الأبد لا يتغير أبدا أبدا عمره ما بيتغير مسيحنا لا يتغير وزي ما قال أشعية الجبال تزول والأكام تتزعزع أما إحساني فلا يزول عنكي وعهد سلامي لا يتزعزع قال رحمك الله أي جميلة أوي حتى لو الجبال تزعزعت مسيح رئيس الكهنة لا يتزعزع النهاردة شفنا رئيس الكهنة العظيم في محنة 17 الذي يرفع الصلاة من أجل كل واحد فينا باسمه بكرة نراه على الصليب هو نفسه الزبيحة التي تخفر الخطايا مسيحنا الطيب الحلو يحملنا على الأكتاف يرسل ضعفاتنا هو هو لا يتغير له المجد في كنيسته من الآن وإلى الأبد آمين مره مره